الزمالك الجميع في الزمالك يعمل على قدم وصاق من اجل يعني انهاء ملف سداد الغرامة سداد غرامة سبورتنج اللي جبونة المقدرة بمليون ونص دولار ويعني الزمالك قريب من سداد الغرامة الزمالك زي ما حضركوا عارفين بيسعى انه يضم لعبين جدد لقائمة البطولة العربية وفي عدة صعوبات الزمالك شغال شغال عليها لكن شغال بخطوات ايجابية اول حاجة سداد غرامة سبورتنج ثم بعد كده الاموال طبعا اللي هتحول على الحساب البنكي الخاص باتحاد الكرة وفيه بروتوكول زي ما حضركوا عارفين انا اول واحد انفرطت به بروتوكول يعني بيقضي ان الزمالك يعني بيسدد خمستاشر مليون في كل فترة قيد لاتحاد الكرة من خلال جوينت اكاونت اول الاتحاد الكرة بيقدر الزمالك باكأنه يسحب الفلوس من اتحاد الكرة كل ده الزمالك شغال عليها عشان يفتح القيد ويبقى مسموح له انه هو يقايد العيبته الجديدة في الوقت المناسب قبل البطولة البطولة العربية كل ما الزمالك هيخلص في وقت اسرع ما يخلي ما بقبل حضراتكو زي ما قلتلكو الجميع يعلم الجميع يعمل يعني لين ونهار كل واحد شغال في اتجاه وكل واحد شغال في نهاية عشان المشكلة بتاعة القيد تتحل اللعيبة وده اللي انا طب منكو عليه اللعيبة جاهزة يعني فيه تلات لعيبة جاهزين خلاص يعني تم انهاء او الانتهاء من 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 تمانين في المية من المفاوضات سواء المفاوضات يعني العقد الشخصي اللي مع اللعب او مع نادي وانا بقول لكو يعني ايه القصة يعني القصة كلها يعني اللعيبة جاهزة فيه تلات لعيبة جاهزين ينضموا بكرة الصبح للزمالك خلاص كل حاجة جاهزة ييجي بس يعني بقيتلو الورق يمضي والناس تمضي يعني شوية تفاصيل بسيطة جدا جدا في الورطوش الاخيرة والعيبة كلها مميزة جدا والعيبة كويسة جدا والطلبات اللي طلبها المدرب في الوقت الحالي نخلي بالكو عايز جمهوره الزمالك كيف هم انه اللازم يقسم الماركت او سوق الانتقالات ده وانا بقول لكم الحقيقة سوق الانتقالات فيه وقت من الوقات بتقدر تجيب لعيبة معينة فيه وقت من الوقات فيه لعيبة بتفتح السوق بيتحرك ففيه لعيبة بتتحرك السوق كله بتحرك فيه وقت معينة انتوا عارفين ان السوق فتح لسه الغاية يعني قدامه في فترة هو لسه ما فتحش اصلا يعني لكن الزمالك واخد سوق الانتقالات على مراحل مرحلة الاولة بتاعت ما قبل البطولة العربية والبطولة العربية ثم بعد كده فيه اموال جاية للزمالك من البطولة العربية هيقدر الزمالك من خلالها وفيه اموال جاية في اول اغسطس هيقدر الزمالك من خلالها انه يعرف ايه الكاشف له اللي داخله وايه الفلوس اللي داخله بناء عليها هيبتدي يتحرك في المرحلة التانية من الانتقلات تاني تاني اتطمنوا وما تنسقوش وراء اللجان الالكترونية والجيوش الالكترونية على السوشيال ميديا انا بقول لكم الحقيقة وخليه عندكم ثقة فينا زمالك دلوقتي ماشي في الاجراءات ان هو يفتح باب القيب مرة تانية ليه يشيل البام بتاع سبورت انجليش بونا ثم بعد كده انه يقيد لعيبته قبل انطلاق البطولة العربية بس ده الجزء الاولاني من سوء الانتقلات تاني قسموا سوء الانتقلات بتاع الزمالك لجزء اين خلينا نقول عليه الجزء الاول والجزء التاني الجزء الاول اللي هو قبل البطولة العربية وممكن كمان يبقى فيه لعيب خلال البطولة العربية خلال البطولة العربية ممكن العيب ينضم للزمالك ثم بقى الجزء الثاني على حسب فيه فلوس داخله في أول عشر ايام في أغسطس الفلوس دي بناء عليها الزمالك هيعرف الكاشفلول اللي داخله اللي يقدر يتحرك من خلاله على أهدافه التالية لسوق الانتقالات في النهاية كل شيء محدد موقف اللعيبة تجديد اللعيبة تجديد عقود اللعبين وتمديد عقود بعض اللعبين وتعديل أرقام في عقود بعض اللعبين كل ده تقدم به تقرير لمجلس الإدارة وان شاء الله خلال الأسبوع القادم هيتم الموافقة هيتم الموافقة عليه يعني لو فتحته كده السوشال ميديا دايما هتلاقوا فيه ناس بتوجهكوا ان الدنيا ظلمة الزمالك فيه مشاكل الزمالك فيه مشاكل كتيرة أكتر من أي نادي مشاكل كتيرة جدا أنا معاكم مقدرش أخبي عليكم يعني لكن الجميع داخل نادي الزمالك بيعمل على إنهاء هذين المشاكل في الوقت القصير اللي جاي علشان يضمنوا للمدرب ويضمنوا للفريق ويضمنوا للجمهور إنه يشوف فريق قوي في البطولة العربية لكن مش كل حاجة هتحصل قبل البطولة العربية في المرحلة الأولى اللي هي مرحلة اللعيبة اللي هي الأولويات لدى المدرب يعني مدرب عنده أولويات عند طلب مراكز أولويات هو قالهم لكن أنا مش هقولهم لكن هو عنده تلت مراكز دي الأولويات الأولوية وبناء على ما يحدث داخل البطولة العربية الفريق هيوصل لغاية فين مين هيزهر بشكل جيد ممكن رأيك يتغير في العقيب قرار إنه ما يبقاش موجود يخش في الصورة كل دي حاجات لأن كرة القدم لعبة المتغيرات زي ما بيقولوا حاجات كتيرة بتتغير ففي الأول خلينا نقولها الجزء الأول ثم بقى كانت جزء التاني ما بعد البطولة العربية وهو ده بقى التحضير للموسيم الجديد لأن زي ما قلت لحضراتكم فريق الزمالك بعد البطولة العربية أيا كان هيخرج إمتى نتمنى إن شاء الله الزمالك يصل للنهائي للنهائي الفرقة بعد البطولة العربية هتاخد 17 يوم أجازة 17 يوم يعني ساعتها هيكون تحدد الدوري هيبدأ إمتى بناءنا عليه الراجل يعني شايف إن ده عدد أيام كافي ويقدر بعده هنكون عند الوقت الكافي إنه هو يشتغل مع اللعبة عدد وحدات تدريبية هو حسيبها بالورقة والقلم وزوريو ويعني طبعا يتم التحضير للموسيم اللي داخلين اللي داخلين عليها أعتقد اللعيبة لو خدت الخمس تيام اللي خدوها دلوقتي والإسبوعين اللي ياخدوهم بعد البطولة العربية ممكن تخلي اللعيبة إنها راجعة فريش لبداية الموسيم الجديد رغم من الطبيعي إنهم ياخدوا أكتر من كده